ما عندي قاعدة المغضلة هو سامو لتاني وهذا بدأ لنا تكلم عن رئيس في الحقيقة نعرف عنه منذ رأي كان حزب الصواب نتبني جميع تصرفات برعب منذ رأي كانكم تطمحوا للترسلح للرئاسيات المقبلة شاهدين الكرام والشاهدين باللوار ميديا أهلاً وسهلاً بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم التجربة ضيفنا في هذه الحلقة وهو رئيس حزب الصواب السيد عبد السلام والحرمة مرحباً باللوار ميديا ورمضان مبارك كريم إن شاء الله عليكم وموافقين إن شاء الله شنه أبرز تحدي تواجه موريتان حالياً؟ هو تحدي التخلف وسوء الحكامة والفساد النظام الحاكم شنه رأيكم فيه؟ إلا حد الآن ما زال دون المأمول هو المؤمن الذي علقته عليه اختاعات عريضة من الشاعر الموريتاني شنه أقصى طموح تختاروا وتوصلولوا في مساركم السياسي؟ أقصى طموح أني ساهم مساهمة إيجابية في تحسين وضع بلدي وجعلوا بلدي يعيش قيم الكون ورفاهية الكون اللي كانت يماؤلوا وتكيف الشعوب لخرى منذ رأيكم تطمحوا للترشح للرئاسيات المقبلة؟ لا إلى حد الآن ما هي طموحي لأنه بالحقيقة طموحي الآن هو العمل على خلق مناخ سياسي وشعبي وانتخابي يهيئ للتناوب الديمقراطي وليس من الناس المرشحين لذلك التناوب الآن بعض النواب يستقالوا من أحزابهم في نهاية مأمورياتهم من درشنه السبب ورذاك وعلاش ما يستقالوا في بداية المأموريات؟ بالحقيقة هذه القضية محكومة بعاملة محكومة بعاملة من الأحزاب السياسية تعاطيها داخل وطورها ما يحكم مبدأ الديمقراطية ومبدأ قابول الاختلاف نحن في حزب واحد لا شك أن نقدر بهم اختلاف صرامة العزاب وعدم قوة المبدأ الاختلاف داخلها ويضع غياب تربية حزبية سليمة وذلك تعاني منه العزاب من التهميش والإضعاف والإنهاك فقدها قيمتها النفسية حتى عن غلاة المنتسبين إليها وهو الحقيقة المشروع السياسي حد فيه يضحي من الأجل ويجتمر به يقول لي لا مانعه منه يجبع الظرف أنه عاد يراجع مع علاقته معه يراجع معه ما فيه أنه يتركه بقيت خياره تليم موشس عن العلاقة بين برام وحزب الصواب هذه علاقة مبدئية يتقاسم طرفها مجموعة من القيم ومجموعة من التصورات وعلاقة سياسية وانتخابية يبحث على الصواب عن مكاسبها ومزاياها الانتخابية لكن الأساسي فيها هو تقاسمنا مع حركة انبعاد الحركة الإتاقية إيراء وحزب الرق مجموعة من القيمة الأساسية ومقدمتها ما يتعلق بالرق ومكابحة الرق وأذر منذ رأي كان حزب الصواب تبني جميع تصرفات برام؟ لا لا إيراء ورق هذا مشروع سياسي إنه تقدموا فاكثر من مناسبة دور التشريع ومتنعوا منها بطريقة ظالمة وطريقة غير صحيحة مشروعهم السياسي لهم ونحن عندنا مشروعنا السياسي نلتقي في كثير من الدوائر لكن الحقيقة لا أحد منها يحمل لآخر مسؤولية خطابه ولا مسؤولية رأيه ولا مسؤولية وسائل اشتغاله في العمل السياسي خصوصا إيراء حركة حقوقية وسائل العمل الحقوقية تختلف عن وسائل العمل السياسي الحزب اللي يعتمدوها عن حزب الصواب منظرة شنه اللي أضاف انضمام برامل حزب الصواب طبعا هو حزب الصواب تأسس الفين العربعة طب الصيغة عادية كان يتطور ويفق آلية وخطة سير مقصود منها هو نعود قوة سياسية وقوة انتخابية وقوة اختراح فيما يتعلق قوة اختراح وقوة سياسية وقوة خطاب هذا حاصف خلال برنامجه وخلال خطابه وخلال منابه وخلال حضوره كقوة شعبية وكقوة ديمقراطية شكل شراكة حزب الصواب مع ايراء دفع قوية في الاتجاه راجعا نتعزز بالانتخابات اللي بين دينا حال الساحة السياسية قبل ظهور السوشيل ميديا منذ لا كانت نفسها ولا تغيرت الساحة السياسية قبل السوشيل ميديا كانت فعلا عميقة لكنها رتيبة وكانت مغلقة وكان مجال تعاطيها مقتصر على مجموعات قليلة صحيح انها كانت التسليم المسؤولية والدقة والالتزام والتضحية والصبر كثير من القيم اللي محتاجين الان لكن معانا السوشيل ميديا وانفتحت وعومت هذا التعويه في كثير من المزالي انها وصلت الجميع وعادت متاحة الجميع وان كان ذلك حد وخفف من قيمة تركيزة وقيمة اهميتها خصوصا مرتبطة بالالتزام والتضحية والصبر والمعاناة إلين تخيروا بين منصب وزير ولا تتموا في البرلمان ايهم تختاروا؟ أنا بالحقيقة المنصب اللي نختاره هو منصب على الطبيعي مدرس وأظن أن وزير الحقيقة رقم استبعادي له صعوبة صعوبة مهارسين هذا لأنه لكنها مهمة نبيلة لأنه إنسان يخدم مطنه من مجال تسييري ومجال اجتباك المباشر على الواقع ومع تحديات مواطنة البرلمان أيضا منصب سياسي تشريعي رقابي دوره هو رقابة الحكومة ورقابة هداها وهذا هو في الحقيقة دور العزاب ودور النقاب وهنا في الحقيقة أكثر تعالقين نفسي معه شنه الهدف من لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية المغربية؟ طبعا البرلمان ما يقوم به هو السياسة الدبلوماسية الموازية المملكة المغربية بين الجار وشقيق وصديق ارتباط مولتاني به الشعبي والسياسي والدبلوماسي واقتصادي كيف نعرف إذن دور البرلمانات هي تقوي تنتجاه وتعزيز مبدأ التعاون والضغطة للحكومتين نجل تشبيك مزيد من علاقات التعاون والصداقة وفوق اندماج تهم كل الاتحاد المغرب العربي اللي ظاهرنا انه هو اللي قاعد ينقل من خيارات اللي قاعدة تنقل الموريتاني من حصارها وعزلتها ودخولها في كتلة اقتصادية وكتلة تنموية بشرية يجزء منها وداخلها في قطارها وتالي على كل حالة بدأ نبيل ونحن ظاهرنا مولانا من هم عمل قد يقوم به برلمان الموريتاني اليوم وربط قوليتانية بعمقها المغاربية وعمقها العربي وحتى عمقها دفرين من رتشجعوا اي فريق في البطولة الوطنية؟ انا مش حقا لا شجعوا لا الفريق الوطني شجعوا لا الفريق الوطني لدي ما عدي بها للأسف الشديد ارتيب بعض يتوب فريق الوطني شجعوا شنه السبب ورا انتقادكم لنادي القضاة آنذاك؟ انا ما انتقى تفايد القضاة انا شاركت في مقابلة سياسية كانت فيها عن اصلاح موظمة الادارية وموظمة القضائية خلق سوء فهم انا نلقى قضاة ما امتقده قضاة ما احترمه واحترم القضاء الموليتاني واعتبره هو الملاذ الوحيد قدام الصعب الموليتاني لبقى دوته وبقى مؤسساته وبالتالي نجد القضاة جسد لإرادة العامة من مجموعة القضاة الموليتانيين ما امتقده اكسا نحترمه ونقدره ومعلق عليه ياسر احنا كالسياسيين نعتبر عن الحادث الأول من حريات ومرقضات والجهة الوحيدة نعوي عليها في الدفاع عن حقوقنا وذبتناه ومرقضات ونجد قضاة موكلادة شنه رأيكم في المعارضة قبل النظام الحالي وبعض مجيه؟ المعارضة جزء من المعادلة جزء اساسي من أي معادلة سياسية يعني الديمقراطية قائمة على مبدعين مبدع سلطة ورقاب تلك السلطة السلطة بحقيقة المعارضة ينبقي أنها تتقوم أداة الحكومة والتابعة والتلتقتها وأوطار حمسة بديل عنها ذا اللي يخلق من المعارضة كان ما هو مخلي يخلق به اللي محاصر ومهمش وكان مرحلة معينة مع عبد الرقاع أنه عدو وخاصم ومدايق معه واللا بعد نزال شملة دخالك وشملةها كبير تالي هذا عاق هي عن قيام بدواره وإن كانت المعارضة التاريخية نقضة مولة كان من ياسم من الطباقة التي لا توقع فيه وسامت في ترمية وعيها السياسي وتحسين اللي بات خلق من الدمقراطية لا شك إن المعارضة عن فوانها وقوتها في مرحلة معينة ما هي الراقي الآن خاصة المجادة تنسيقها والعلاقات البنية فيما بينها أضع المرحلة قطعت فيه الآن وهذا لا ينعكسر من الدمقراطية ما هي من المتقدين اللي يعلقوكم على حسابكم على الفيسبوك أنا حد حد استدر اعتبر نفسه تمشيه للعام يالله يفتح باله والناس اللي يتصل تتعلق عليه ولا يتنتقدوا ولا يتقول رأيها ويالله يعود مملي يفهم والموحة كيف هم من الأسباب الدافة العالوة رؤية اختلاف الرؤية وأنا ماسي عن حد في صدر الشيء العام ولا اتكلف الشيء العام ولا اكتب فيه ولا اطع فيه رعي دار نفسه افتداول الناس كامل طالي ما قط طاقة أحيانا استفيد كثيرا من التعليقات الناقضة كثيرا لا يستفيد من التعليقات اللي على كل حال جازي بالأحسان واللي شاكرتني والله عاطيتني قيء أي شي حاصل فيها نزلتو تلعب بالون ماذا كان موقعكم في الملعب؟ ما كنت ملاعبة رياضة و كنت ملعبة كنت ملعبة كنت ملاعبة كنت ملعبة كاملة فقط مبلغة هنا اول ملعبة 85 كنت تمثلا جيت في مسموعة شباب اللي جاءت لمسخة الرعصة كنت فيه كنت في لاعبين كنت في طاقم الثقافي التي تولى جانب الثقافي وجانب الثقافي وجانب الألمي ما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالعروض الثقافية والعروض مصرحية أفضل رئيس عندكم تولى رئاسة موريتان حتى الآن في الحقيقة ما عندي قاعدة المفاضلة هو أسامة موريتان وهذا بدأ لنا نتكلم عن رئيس في الحقيقة نعرف عنه رئيس المختار الدادة لإستسراخ الاتقاداتي على بعض الجوانب ومعتباره مؤسس للبلد فيه جوانب تعجبني